للأسف مصر وإسرائيل بقوا في معسكر ومن وراهم أمريكا والمقاومة وأعضاءها في المعسكر المقابل ده اللي ظهر للناس وقلناها الإسبوع اللي فات والإسبوع ده بتزداد الصورة وضوح آه عارفين أنه في حاجة اسمها مقتضايات التعامل بين الدول بنكلم عن مصر وإسرائيل عارفين أنه في معهد السلام بين مصر وإسرائيل وفيه علاقات بين البلدين بتقتضي العلاقات دي اللقاءات بين المسؤولين لكن أظن ناس كتير اندهشوا للأخبار اللي اتنشرت عن زيارة رئيس المخابرات المصرية لإسرائيل واجتماعه بليبرمن المدهش مش هي الزيارة المدهش مش هو الاجتماع مع ناتينياهو المدهش هو الاجتماع مع ليبرمن اللي هدد مصر بنسف السد العالي اللي أساء للرئيس مبارك شخصيا اللي رافض السلام جملة وتفصيلا يقبلوا المسؤول المصري الأهم اللي بتصفه مجلة الاكسبريس الفرنسية بأنه أبو الهول في ظل مبارك بتتزامن الزيارة دي مع أخبار عن تقييم مصري إسرائيلي منتظم للظروف الأمنية ده اللي نشرة جريدة الرياض السعودية الظروف الأمنية دي طبعا هي الاسم الحركي للإجراءات المضادة للمقاومة الإجراءات اللي تمثلت أخيرا في الانتشار الأمني المكثف على الحدود مع غزة وحتى على الحدود مع السودان مصر هناك كمان عزيزة قوتها لمنع تهريب السلاح للقطاع بالإضافة للإجراءات دي الإجراءات المعتادة القبض على مهربين الأموال لحماس القبض على المتسللين الفلسطينيين لسيناء واكتشاف الأنفاق من خلال مصر يبدو أنه إسرائيل بتنتهز الفرصة للانتقام من حماس والانتقام من حزب الله إذا كانت إسرائيل ما قدرتش على الحزب ولا على زعيمه فمصر عندها ثقة أنها تقدر بالقضية اللي في إدها النيابة المصرية بتدرس توجيه الاتهام إلى نصر الله ونائبه والظهر حتجرجر في القضية كمان أجهزة رسمية لبنانية بيقال إنها توطأت مع حزب الله توطأت بالذات في تزوير جوازات أعضاء خلية الحزب المعتقلين في مصر إذا فشلت مصر في الحصول على رأس حصل نصر الله ذاته توزير الخارجية أبو الغيط اللي بيلقح كل يوم كلمتين يمين وكلمتين شمال النهاردة بيهدد إن حزب الله سيجد ما لا يسره شرفونا تجدوا ما لا يسركم إيه للا يسركم لدينا كل الوسائل والإمكانيات لمعاقبة حزب الله ما حدش فصر لا إيه هي الوسائل ولا إيه هي الإمكانيات سعد بينكره سعد بيقوله لا بحانا انتقم ما إنما ما حدش فصر إيه هي الوسائل ولا إيه هي الإمكانيات إنما يبدو إنها ممكن حتى تعم كل اللبنانيين اللي قربوا نحية مصر بتقول الجرائد إن مصر بتدقق في تأشيرات اللبنانيين وإن مسافرين لبنانيين اشتكوا مؤخرا من سوء المعاملة في مطار القاهرة إنما دي حكاة هايفة حكاة هايفة طبعا سوء معاملة لكن التهديد التهديد واضح إنه فيه وسائل وإمكانيات لمعاقبة حزب الله وممكن هذه الوسائل والإمكانيات تبدأ بكده بمجرد المضايقات وممكن توصل حتى إلى أعمال تندرج تحت بند الأعمال الإرهابية ممكن الانتقام يأخذ ألف شكل وشكل وحصل فعلا زي ما حصل زي الدعوة اللي اترفعت لوقف بث قناة المنار من النايلسات أو الحملة اللي أطلقت من منابر تمانين ألف جامع ضد الحزب بناء على توجيهات سياسية أو بالمرة كمان الأزهر الأزهر يعلق علاقاته مع طهران وشيخ الأزهر يطلب مراجعة المؤلفات الإيرانية مش فاهم ليه المؤلفات الإيرانية تتراجع النهاردة ما تراجعتش ليه المراجع دي قبل كده إذا كانت فسدانة ولا بس فسدت لما بقى فيه مع حزب الله قضية إنما الإجابة معروفة سلفا معروفة إنه فيه مؤمرة كبرى ضد بصر والمؤمرة دي دخلة فيها إيران القاهرة اتهمت طهران بإزكاء الفتن بين العرب والخلية اللي في مصر دي امتداد لشبكة أكبر هدفها إنشاء حزام دفاعي لإيران والشبكة دي مش دخلة فيها إيران لوحدها لا دمع إيران سوريا وقطر وحماس والإخوان المسلمين كلهم اتورطوا في المؤمرة الكبرى الواحد إذن بقى يتوقع إنه بما إن إيران بتقوم بأعمال تصدمية وإن الحوار معها لن يفيد فبالتالي أكيد بكرة هيخرج لنا المتحدث الرسمي العبقري يقول لنا برضو إن الحوار مع سوريا لن يفيد ولا حيفيد مع قطر ولا حيفيد مع حماس خلوا على جنب دلوقتي الإخوان المسلمين لأنه ولو إنه نفسهم بالذات دلوقتي نفسهم يتحوروا مع النظام في مصر لكن النظام لم يتحور معهم ولا مع أي حد من المعاطق تقطع بقى مصر الحوار مع كل حد يختلف معه لأنه مصر اليوم يندول عندها عقدة والعقدة دي إنه مصر ما هياش دولة كارتونية دي الخلاصة الخلاصة أنه مصر بتوسع دائرة الخلاف ودائرة الاتهامات يوم بعد يوم بتوسع دائرة الخلاف حتى في داخلها مع بدوسين أما في الخارج فمحدش عارف مين المتأمرين الجدد على مصر اللي حيظهروا بكرة ولا حد متأكد بالضبط إيه اللي عايزة توصل ليه مصر في النهاية ياريت كان صحيح الكلام اللي قالته وكالة الأنباء الألمانية أنه النظام المصري بيقود انتفاضة عربية ضد المحور الشيعي ياريت كنا فهمنا لكن إزاي حماس السنية تبقى محور شيعي محدش فاهم إزاي قطر السنية تبقى محور شيعي محدش فاهم وما هواش ده اللغز الوحيد اللغز الثاني هو لما مصر تبقى علاقتها سائت مع كل الأطراف دي سنية وشيعية إزاي الواحد يقدر يبلع منشطة أخباري اليوم اللي بتقول فيه أنه وسائل الإعلام العربية والعالمية كلها على بعضها وسائل الإعلام العربية والعالمية بتدين حزب الله وبتؤكد تقدرها لدور مبارك ومصر يعني الواحد ياخدها جد ويقول إزاي خلق الله يبقى فيه إجماع فيه كل وسائل الإعلام العربية والعالمية على دور بلد ولا على دور زعيم ولا حتى على دور نبي ولا الواحد ياخدها من أصرها ويقول يقول طيب ليه يعني حينصلح حال الإعلام إذا كان ده حال الأمة